هذه أبرز العناوين مفاجأة بعد إقالته من تدريب الأصود خلال زيتش مرشح لتدريب هذا الفريق حفيظ الدراجي يتصل بخلال زيتش بعد إقالته وما قاله له غير متوقع نادي إيطالي يرفض تسريح لاعبه المغربي بعد التوصل بعروض عدة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس مفاجأة بعد إقالته من تدريب الأصود خلال زيتش مرشح لتدريب هذا الفريق اقترب البوصني وحيد خلال زيتش المقال من تدريب المنتخب الوطن الأول لكرة القدام من تولي قيادة الأهل المصري في المرحلة المقبلة وحسب مصادر مقربة جدا من نادي القرن المصري فإن مسؤولي هذا الأخير يضعون مدرب الأصود المقال خيارا أوليا في تدريب الأهل بسبب التوضع الذي ظهر به خلال المباريات الأخيرة منذ تولي المدرب البرتغالي في الحال ريكاردو سواريز عارضته التقنية ومن المنتظر أن يدرس خلال زيتش عرض الأهل المصري بجدية كبيرة إما بالموافقة عليها أو الاعتدار لمسؤولي وصيف بطال إفريقيا يذكر أن لعنة المونديال تلاحق خلال زيتش مع المنتخبات حيث من أصل أربع مرات قد فيها منتخبات متنوعة إلى كأس العالم ذهب مع منتخب واحد ويتعلق الأمر بالمنتخب الجزائري حافظ الدراجي يتصل بخلال زيتش بعد إقالته وما قاله له غير متوقع دخل معلق قنوات بإنسبورت حافظ الدراجي على خط إقالة خلال زيتش من تدريب المنتخب الوطن المغربي من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وقال حافظ في مقالله النشر على العربي الجديد تواصلت مع خلال زيتش لأطمئن عليه وأستفسر عن أحوالي بحكم الصداقة التي تجمعنا منذ سنوات فقال لي يجب أن تعلم بأن المدرب الذي يصمد مع المنتخب الجزائري ورئيس اتحاد محمد روراو لا بد أن يكون قويا وقادرا على العمل مع أي اتحاد آخر وتحمل كل التبعات وتبع الدراجي أن مدرب المنتخب المغرب السابق قال لها أنا أعلم بأنهم سيقيلونني قبل المونديال لكنني لن أستقل ويكفيني أنني قدت أربع منتخبات إلى نهائية كأس العالم الدراجي كشف في مقاله أن بعض المحللين يعتقدون أن تكرار سيناريوات إقالة المدرب خلال زيتش من تدريب المنتخبات التي تأهل معها إلى نهائية كأس العالم بذات الشكل وذات الأسباب تقريبا يعني أن المشكلة في الرجول الذي ضرده الاتحاد الإفواري في 2010 والياباني في 2018 بسبب سوء معاملته لنجوم المنتخبين في تقدير المسؤولين بينما كان البوسني لا يتهون مع الالتزام والانضباط حتى أن كده يتعرض للسيناريو نفسه مع الجزائر عندما استغنى عن كاريم زياني الذي كان النجم الأول للمنتخب الجزائري سنة 2014 لكن بعض الوسطاء تدخلوا وأقنعوا رئيس الاتحاد الجزائري أنداك بأن يقف مع مدربه ويرافقه في قراراتها التي تحدى بها حتى وسائل الإعلام وجماهير الكرة في الجزائر لكنه تمكن من بلوغ الدور الثاني لمونديال البرازيل وأضف حفظ الدراجي البوسني خلل الزيت شرحل وأمس صاحب الرقم القياسي في عدد المرات التي يتأهل فيها إلى المونديال دون أن يشارك فيها ويكتفي بحضور واحد مع المنتخب الجزائري ويفسح المجال أمام بطل دور أبطال إفريقيا مدرب الويداد المغربي وليد ريجراجيا المرشح الأبرز لخلافته في مهمات معقدة وصعبة بسبب ديق الوقت لكنها ليست مستحيلة بالنظر لما يزخر به المنتخب المغربي من مواهب وقدرات نادي إيطالي يرفض تسريح لعبه المغربي بعد التوصل بعروض عدة ما زال اللاعب المغربي في صفوف الفيولا سوفيان مالح يتلقى عروضا من بعض الأندية الإيطالية للضفر بتوقيعها خلال المركات الحالية وذلك بعد الأداء الجيد الذي بصم عليه في الموسم الماضي وكدت التقارير أن نادي فييرونتينا رفض عرضا جديدا من نادي إيمبولي بخصوص لاعب خط الوسط بعدما رفض النادي في وقت سابق التفاوض مع نادي لاتزيو أيضا وضفت التقارير أن مدرب الفيولا إيطاليانيو يعاول بشكل كبير على لاعب مالح حيث من الممكن أن يمنح اللاعب فرصة اللاعب دقائق أكثر مقارنة بالموسم الماضي ليجاور مواطنه المغربي السوفيان أمر رابط الذي نالت قتل مدرب في خط وسط النادي يشار أن يوسف مالح تلقى الاهتمام من ناديها السابق في نيزيا أيضا لكن الفيولا رفض الخوض في المفاوضات وأصر على الاحتفاظ باللاعب المغربي لمواسم أخرى ما لم تحصل مفاجأة في آخر لحظات الميركاتو مصدر هذا الخبر مأ 24 بريس فندق رونالدو بمراكوش مرشح لجائزة أفضل فندق في إفريقيا تم ترشيح فندق اللاعب البرتغالي كريسيان رونالدو في مدينة مراكوش لجائزة أفضل فندق جديد في قارة إفريقيا وفق لصحفة صانا البريطانيا فالجائزة هي عن العام الجاري 2022 وتقدم من قبل المجلس العالمي للسفر والسياحة ولم يكن ترشيح فندق رونالدو أمر مفاجئا نظرا لفخامتها وافتتح رونالدو الفندق الخامس من سلسلة فناديقها التي تحمل عنوان CR7 في مدينة مراكوش الذي قال عنها هو ليس مجرد رقم في سلسلة الفناديق بل يمثل ارتباط بالدولة التي أحبها وأشعر بالترحيب الكبير عندما أزورها ويحتوي الفندق الفاخر على 174 غرفة ومنتجة صحي ومركز للأعمال إضافة إلى مسبح وصالة ألعاب رياضية كما يوفر الفندق الأكل الصحي لزبنائها بمعنى أنه يمكن للضيوف النزلاء تناول الطعام على طريقة كريسيان رونالدو وتتراوح أسعار الغرف في الفندق الفاخر بين 183 إلى 440 يورو في الليلة الواحدة وكان رونالدو قد بدأ الاستمرار في عالم الفناديق منذ عام 2016 منطلقا من مسقط رأسه في جزيرة ماديرا البرتغالية قبل أن ينتقل إلى العاصمة الإشبونة وبعدها مادريد الإسبانيا ومن تم نيويورك في أمريكا وصولا إلى موراكوش وفق الموقع الرسمي للفندق فإن الفندق مستوحى من ثقافة ألوان موراكوش التي أكسبتها لقبل مدينة الحمراء والفندق هو لكل أولئك الذين يبحثون عن تجارب أسلوب حياة جديدة في هذه الوجهة المغربية النابضة بالحياة بما يتمشى مع جودة مجموعة الفناديق البرتغالية كما أن الفندق يعتبر مثاليا للمسافرين الباحثين عن الترفيه في المدينة أو ضواح موراكوش من جولة الجمال أو الجيب في الصحراء إلى رحلة لشلالة أزود في جبال الأطلس أو تسلق الجبال على ارتفاع أربعمائة متر في جبل توبقال هذه أبرز العناوين مفاجأة بعد إقالته من تدريب الأصود خلال الزيتش مرشح لتدريب هذا الفريق حفيظ الدراجي يتصل بخلال الزيتش بعد إقالته وما قاله له غير متوقع نادي إيطالي يرفض تسريح لاعبه المغربي بعد التوصل بعروض عدة اشتركوا في القناة